موسيقى المصب البلدي بطينا موضوع نزاعا بين أصحاب الأرض وبلدي تسفاقس عقد أبرم بين الطرفين رفضوا تجديده لفائدة البلدية ورفضوا بالتالي الامتثال للحكم القضائي القاضي بإخلاء الأرض لتعود إلى سالف نشاطها وهو مصب الفضلات ورثت علي العامري ورثت إبراهيم العامري اللي هم ملكين للفضاة هذية والأرض المجاورة لنا الكل هذو ما يقارب 83 مرجع بلغة معناها اسفقسية 83 مرجع ما يقارب 8000 متر البلدية هذية انتصبت هنا معناها في عام 2006 بجواء 2006 بالضبط وثم محاضر جلسات وثم كل شيء معناها يفيد اللي احنا معناها رخصناها باش تبني والوكالة الوطنية تصرفين نفاية تبني المشروع هذية والبلدية تشني من عنا وتخلصنا مراعنا إلا وهي تمطل فينا من اليوم لآخر من يوم لآخر اللي حين جاءت النياب الخصوصية اللي ترأسس ينجيب عبد المولة اللي بالمناسبة نشكروه على تفاهمه وتقبلنا في كل مرة معنا تصلوا به معنا يكمل معنا المشوار الأخر وكان في الحسبان كونه مش تكمل ومش تشني من عنا الأرض هذية مراعنا إلا وما تبدلت نياب الخصوصية جديدة صارت شوي أشكيليات عملنا معاهم عقد لمدة سنة يبدأ من تاريخ 15 قوت 2012 لتاريخ 14 قوت 2013 في القبان قبل 90 يوم في 14 مايه بعثنا للمعاد المنفذ إعلام باش يخرجوا من الأرض انتعنا احنا رغمش معادينا الكرية تبقى الفصل من الفصول للعقد ما جاوبوش معناها برود كبير ياسر معنا ماشي في بالهم اللي هم يقروا وينفذوا ويعملوا كل شيء عودنا حررنا عقد جديد معاهم العقد هذه يمتد معناها المدة سنة بدايتها من 14 قوت 2012 إلى حدود 14 قوت 2013 والعقد هذه قابل للتجديد احنا يمكن قبل مدة من انتهاء العقد هذه بعثونا هما تنبيه يعربوا فيهم عن عدم رغبتهم في تجديد عقد الكراء جاوبناهم احنا جاوبناهم بالتنبيه أو رد على التنبيه نعبروهم فيه في المقابل على رغبتنا في تجديد الكراء وفي معناها إبرام عقد جديد معناها والمدة معناها جديدة نتفاهموا عليها لكن فجأنا احنا يوم 14 قوت اللي هو ما زال العقد فيه نافذ المفعول فجأنا ببعض معناها الأفراد معناها من آل العامري بغلق المصب هذاء ملكية عقارية متنازع عليها منذ سنوات قضية سرية المفعول في المحاكم حكم ابتدائي واستئناف أصدرته المحكمة وتنفيذ لم يتم على الوجه المطلوب قمنا بمعاينة لتواصل الشغب معناها الأطراف هذه بعد التنفيذ لأنه هذا يعتبر حكم نفذة لكن بعد رغم ذلك معناها بقاو الأطراف هذه معناها شغلين للمصب هذاء وهذا يعتبر بلغة القانون هذا يعتبر رجوع للشغب بعد التنفيذ أحنا تم قمنا بمعاينة حالة هذية بوصلت على التنفيذ وكذلك معناها عنا تقرير كامل معناها من طرف معناها الإطارات البلدية حول وضعية الآن للمصب معناها مش نتبع ونحاول نتمسك بحقوق البلدية معناها ونتبعوها طبق القانون استعمال العنف والقوات المفرطة حسب قول أهل العامري أصحاب الأرض هو المشهد الأكثر تأثيرا في نفوسهم خاصة على الأطفال والنساء من قبل قوات الأمن قوات الأمن التي انتشرت معناها بجانب المقرة معناها تفض على مرة عمي مرة كبيرة عمرها أكثر مستيسناء تفض على المهدي وناجي وصلاح لطفي ومحمد هذي ما الورثة لا ما عملوا شيء قال لي وانماش وقلت لما يشيل المجمع متعنا هاي قال لي انت برا روح كركروه 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 على الطريق على الطريق العام ومرت عمي هاي هذا ولد عمي هذا من جراء الضرب وعنده وذي ذي قنفس عمنوا لأعماما على رأسا كانين مش يعدموه فهمت كيفاش ولا ونحب نأكد اللي جتنا ما يشقوه عاما جتنا فرقة مجابهة الإرهاب هم يضربوها كروها أختي دزوها والدخوية الصغية يضربوه كلام ما رجب قولونا فالأمري قاعد يكارس عم فيها على خطر رزقنا ليش عملت؟ ما يعطونا رزقنا ووح وانت بكمبيل نمشو على الواحي ميساهم نمشو على الواحي ميساهم ظربوه ثربونا صغارنا وذريتنا يكون ضربوهم وانسانة وفلقوهم أعمالها متاع تولس هذا هم مشكونهم هذا القوة اللي جات العامة احنا نخطي الشي اللي صار نهرتها ما صارش خلاص انا قد ما شفت وقد ما فهمت وما شفت الشي هذك يعني إهانة 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 صحيح معنا عرش كيفاش يتصرفوا هذا الأمن الجمهوري يحمل ليد ويحمل المواطنين تفضوا بهم لمدة وجيزة لمدة وجيزة لمدة وجيزة وانتهى معناها الواحد وصيبوهم على أساس اللي احنا عصابة احنا ما نشع عصابة احنا رأنا فيه أرضنا اليوم وغدوة ما نشمش نتراجعوا ما نشمش نصيبوا أرضنا احنا ما نشع عصابة دخلوا وفتشوا للقوا عنا لسلح للقوا عنا سيوف للمجرمة ولنا مركح بوسيت وباتصالنا بالأستاذ العدل المنفذ المكلف بالتنفيذ أكدت لنا حضور القوة العامة المتكونة من 400 عون وأنه تم استفزاز قوة الأمن بكلام بذيء من قبل أصحاب الأرض ولم يتم استعمال العنف إلا في الأطور القانونية العدل المنفذ معروفة مقرها في سفاقس تنجم تصلوا بها وتشوفوا المحاضر اللي كتبته المحاضر الثلاثة كتبتها القادش استعصاء القادش واحد كلمها بالعكس فرحنا بها استقبلناها مرتين لشخصها وحدها استقبلناها مرتين لشخصها وحدها بدون قوة عامة بدون قوة عامة وحبين المكنوها من كل شيء ما رأنا إلا يصير قرار سياسي وتبقوا ونفذوا ولهم ما أرادوا في نتاق القانون حال وإن تواصل على ما هو عليه نتائجه ستكون ثقيلة أولا على المدينة التي تعاني من تراكم الفضلات هنا وهناك وغلق المصب أكبر مشكل للولايات ككل وثانيا على المواطنين الذين لا حول لهم ولا قوة وثالثا على أصحاب الأرض الذين لم ينتفعوا بأرضهم سواء بالبيع أو بالكرار هذه بالنسبة للمدينة كما مدينة سفاقص وبلدية سفاقص أساسا اللي معناها تقريبا نقوم برفع حوالي 250 طن من الفضلات يوميا يعني مش يكون ثم إشكال وإشكال كبير معناها الفضلات هذيك اللي موجودة الآن واللي قاعدين نبذوا في مجهودات باش ما تكونش معناها الأثار متاحة أثار كارثية أثار غلق المصب هذي يقول قايل ويمش يقع نقل الفضلات هذي هذا المصب يعتبر مكسبا لمدينة سفاقص وغلقه يتسبب في كارثة بيئية خاصة مع الإمكانيات المحدودة لبلدية سفاقص وتغليب المصلحة الوطنية في هذا السياق ضرورية لكن مع مراعاة مصلحة الفئة الضعيفة وأعطاء كل ذي حق حقه ترجمة نانسي قنقر